اشتركوا في القناة الامراض الحميات بشكل عام يمكن هي فرصة انقدم بعض النصائح التغذوية صحيح مزبوط فرح وبسعدنا الرحب الآن بضيفتنا سمر العجولي الاخصائية في التغذية يسعد صباحك سمر صباح الخير و اهلا فيك معنا سمر يعني بدنا نبدأ بشكل عام نتعرف على التغذية العلاجية لما نقول هذا المصطلح شو من يعني التغذية بشكل عام وتعرف عليها انه بس هي عشان ننزل وزننا او نزيد وزننا بس هي فعليا يعني فيها تعمق اكتر من هيك نقدر عن طريق النظام الغذائي تعنا نقدر نتحكم باعراض الامراض المزمنة اللي عنا الامراض المزمنة زي ايش مثلا الضغط السكري الكلون العصبي مثلا عندنا النقرس نقدر عن طريق النظام الغذائي اول ايش نبطئ من تقدم الاعراض اللي عنا تقدم المرض اللي عنا و بنفس الوقت نحاول نحسن من صحتنا ممكن حتى نوصل مرحلة نقدر فيها نستغني عن الدواء اذا مشينا عن نظام غذائي صحي وبناسب الحالة المرضية اللي عنا يعني العلاج في بعض الاحيان ما فيش داعي من يكون حبوب دواء او علاج من وصفه من طبيب ممكن الطعام بحد ذاته يتحول لعلاج نتحدث شوي عن بعض الامراض اللي بعالجها طريقة التغذية ممكن اول اشي زي ما حكينا مرض السكري اذا قدر الشخص خصوصا النوع الثاني من السكري اذا قدر الشخص بخلال نظام الغذائي يتحكم بكمية السكر كمية الكربوهايدرات اللي باخدها يوزعها على مدار اليوم ياخدها بكميات مناسبة ممكن يتحكم بارتفاع السكر الدم عنده يكون تدريجي وبالتالي بقدر يستغني عن حبوب الدواء اللي باخدها اذا ما كان واصل مرحلة الانسولين طبعا عنا مثلا المرض النكروس اللي هو نحاول اللي هو لما بكون في عنا حمد اليورك أساد في الجسم مرتفع فبسبب عنا الام في المفاصل بس مثلا إذا قدرنا نتجنب الأغذية الغنية في البيورين اللي هي الجسم بيحللها فبتصير عنا حامد اليورك في الأسد اليورك أسد يربي في الجسم فبارتفع فإذا قدرنا نتجنب هاي الأطعمة أو نوكلها ونوزعها على مدار اليوم بحيث أنه ما يتتراك مكميات كبيرة في الجسم نقدر من خلالها نتخلص من الأعراض أو الألام اللي بتكون مصاحبة لمرض النكروس وإذا ما اهتمينا بهذا الجزء من التغذية بأنه نمشي على نظام تغذوي أو حمية غذائية خاصة بهذا المرض المزمن اللي ذكرتي أنواعه قداش ممكن يأثر سلبا على صحتي يعني في بعض الأمراض هي بحاجة فعليا لأنه نبعد عن أنواع معينة من الطعام ففيه إلها مضاعفات في المستقبل؟ أكيد إلها مضاعفات أكبر مثال عندنا مثلا مرض الكولون العصبي كثير من لك الناس بتواجه مشكلة مرض الكولون العصبي وانتفاخ البطن يعني بكون عندهم شعور بالألم هذا ما في حبوب تقدر تساعدهم يتخلصوا من هاي الألم طريقة الوحيدة لعلاج الكولون العصبي هي الالتباع نظام غذائي مناسب للشخص المصاب فيه للأسف طيب سمر يعني في بعض الناس ما بتفكر في موضوع العلاج بالتغذية يعني بدور على الحل السريع والبسيط أنه خليني أخذ دواء تمام وأريح حالي وأخلص من هالموضوع ومن الوجع اللي أنا فيه تحديدا ناس اللي بيكون في عندهم ألام تترافق مع هالأمراض المزمنة يعني نتحدث شوي عن أديش الفترة اللي ممكن يجاوب فيها الجسم الجسم مع العلاج بالتغذية هذا أول إشي أكيد هلا إحنا يعني الجسم بالتغذية ما بتجاوب من مثلا يوم أو يومين بده فترة مثلا لو يعطي الواحد حاله شهر لأنه يعني أنت عم بتغير شوي في جسمك هلا حبط الدواء هي عبارة عن مواد كيميائية يعني الشخص بخدها فكمان برضو هذا بحط عبئ على الكلا على التخلص من السموم اللي الإنسان بخدها فليش كمان إحنا نحط عبئ زيادة على الكلا غير وظيفتها الأساسية في الجسم فممكن إذا تبعنا نظام غذائي صحي المصادر الطبيعية نريح الجسم أجهزة جسم الإنسان يعني كلياتها من كل الجهات بهاي النقطة تحديدا بما أنه تضي العلاجين ممكن أنها تساعدني أني أريح جسمي ليه ما أتباعها من قبل يعني هل أنا فقط مضطرة إذا لا صمح الله وصلت لمرحلة الإصابة بمرضة معين أني أتباع نظام غذائي هل مهم أنه من قبل أكون محافظة على جسمي عشان كمان أسهل عليه في حال أصيب بأي مرض هلأ أكيد التغذية النظام الغذائي الصحي مش بس ممكن يعملنا شفاء أو علاج للأمراض ممكن يعملنا عنا وقاية بردو النظام الغذائي الصحي أول إشي برفع الجهاز المناعة عنا ممكن يعمل عنا وقاية من الإصابة من كافة أنواع الأمراض حتى لو مثلا كأشي بسيط زي الأنفلوانزة مثلا إذا الواحد كلماشي على نظام غذائي صحيحا بأخذ العناصر الغذائية اللي بيحتاجها ممكن يأخذ مكملات غذائية ممكن يرفع جهاز المناعة صحيح أنتوا علشتوا بعض الحالات أو عدد من الحالات وحاولتوا تسهلوا حياة الناس من خلال العلاج بالتغذية صحيح فممكن نتحدث شوي أكتر عن الجانب النفسي اللي ممكن بيحس فيه المريض لما بيلاقي النتائج عم تيجي من خلال العلاج بالتغذية كيف الحالة النفسية اللي بيكون فيها المريض من بداية العلاج بالتغذية لغاية ما يوصل لنتائج مرضية بالنسبة له لما بيجي المريض يعني عم بأخذ ممكن كذا نوع من الأدوية بيكون هو تعبان جسديا يعني فبيكون نفسيا مش كتير متشجع بس ما بتتخيل فرحة المريض لما بيجي بيحكي لك الدكتور حكالي خلاص فيش داعي تأخذي حبة الدواء هذه نحاول نوقف الدواء أو ننقلل جرعة الدواء فبتكون الفرحة عندهم جدا عالية نفسيا جدا بتحسنوا يعني حتى النظام الغذائي مع التمرين الرياضة بيساعد في الصحة النفسية كتير جميل سماري حكيتين عن موضوع التغذية العلاجية وارتباطها بالأمراض هل في ارتباط بقضايا أخرى مثل الفئات نوعا ما يعني إذا مريض سكري كبير بالعمر بفرق عن شاب إذا مرأة بتفرق عن صبية الحامل كمان كيف ممكن تتعامل معها يعني شو ارتباط التغذية العلاجية بالفئات المختلفة من ناحية العمر أو الجنس هلأ أكيد كل حدائل متطلبات الغذائية فالنظام الغذائي في التغذية العلاجية بيكون يعني بناء على احتياجات هذا الشخص حسب العمر حسب الحالة الصحية لا إله ممكن الأطفال يكون عندهم بدوا في مرحلة السكري بس ما وصلوها بنسميها مقاومة الأنسلين أو مرحلة ما قبل السكري يعني مش إذا أنا وكمان شخص عندنا نفس المرض بنقدر نمشي عن نفس النظام الغذائي مش شرط حسب الحالة الفردية يعني والحالة الصحية ممكن حتى يعني لو نفس المرض شخص يكون عنده مثلا المرض تاني أو ما بتحمل اشياء يعني مختلفة هذا مهملا نحن ننصح بعض كل هيك وماتا كل هيك وابعد عن هذا من خبرتنا بحيث أنه كل واحد هو إله علاقة بجسمه كيف جسمه بتناول هذه الأغذية صحيح وكمان برضو يعني التغذية العلاجية من خلالها برضو ممكن النزل الوزن لأنه الوزن الزيادة أو السمنة عامل أساسي للإصابة بمعظم الأمراض المزمنة صحيح من خلالها بنقدر ننزل وزن بنقدر نعالج الأعراض وتطور المرض اللي عنا طيب فيه جزئية يعني فرح جزء تايديني بهذه الفكرة أنه يعني نحط ميزانية محددة حتى الواحد يعرف شو بده يأكل من أول يوم بالأسبوع لآخر يوم يعني كيف النظام هذا ممكن إحنا نقدر يعني نمشي معه خصوصا في الظرف الاقتصاد اللي إحنا عم بنمر فيه هلأ بشكل عامل نظام الغذاء الصحي مش لازم يكون إشي معين يعني أنت بتسمع في كتير أنظمة غذائية في البلد عندك الكيتو عندك السيوم المتقطع عندك كتير كتير أنظمة مختلفة هلأ أنت فيش إشي اسمه النظام واحد صح أنت بدك تشوف شو أهدافك بدك تشوف إشي الإشي اللي بتقدر أنت تطبقه اللي بيروح مع حياتك مع نظام حياتك لأنه في الأخير أنت يعني مش عم بتمشي حياتك على نظام أكلك لا بمشي نظام أكلك على نظام حياتك فبالتالي بتقدر حسب الهدف اللي أنت عندك بتقدر طبعا نظام الغذاء الصحي دايما معتمد على الأكل العادي الأكل المتوفر عندك في البيت مش شرط تروح تشتري منتجات معينة إلا إذا عندك حالة صحية بتطلب أنك تبتعد عن منتجات معينة أو أنك تأخذ منتجات معينة الموضوع يعني عندنا تحديدا في مجتمعنا الفلسطيني هل بتحسي أنه فعلا الناس عم تهتم بنظامها الغذائية عم بتتابع هذا الموضوع عم تتعامل مع موضوع التغذية العلاجية بجدية؟ هلأ بشكل عام كان المفهوم أكتر زي ما حكيت أنه الهدف أنه أنزل وزني وأزيد وزني جديد صار فيه الناس تتجهل التغذية العلاجية تتجهل أنه بديش أضل أخ الدواء بديش أضل معتمد على الدواء لا بحسن من أكلي شوي بلتزم بغير في نمط حياتي شوي بلعب رياضة بحسن من صحتي بيكون أحسن لما أني أضل معتمد على الدواء طول العمر يعني جميل يعني بالنهاية شو بتوجه رسالة للناس لحتى ضلها أقرب مع هذا الموضوع خصوصا بأنه يعني في معظم الأحيان أي حدا بده يبلش أي روتين بحياته بتصعب منه في البداية فشو هي الرسالة للناس اللي بدهم يبلشوا في هذا الموضوع أو اللي بلشوا فعلا في هذا المجال أول إشي يكون التغير في الحياة تدريجي ما يكون بشكل مفاجئ لأنه أي إشي إحنا بنا يعني أطول نغير رح نبطل رح نوصل مرحلة نرجع لعاداتنا القديمة فبدل ما نغير كل إشي مرة واحدة نقطع السكر أو نقطع الأشياء اللي كنا نوكلها فجأة لا نخفف منها بشكل تدريجي نستبدلها استبدال أول إشي نزيد ندخل كميات الخضار والفواكه كمثال مثلا على حياتنا نخفف من السكريات المضافة زي الكيك والدونتس والشوكولاتة شوي شوي تدريجي لحد ديت ما نقدر نوصل مرحلة لأنه نستغني أو نوكلها مثلا مرة بالأسبوع الحلويات اللي فيها السكريات المضافة في غش يعني ممكن غش في يوم واحد يعني هو مش غش بس هو مش حرمان برضو الواحد مقدر يأخذ الإشي اللي بيحبه طالما بالكميات يعني المسموحة هذا المهم نحن نشكرك على وجودك معنا على كل هذه المعلومات ونتمنى السلامة للكل شكرا جزيلا سمر العجولي أخصية تغذية ساعة صباحك شكرا لكم مع الزميلة سلوى ياسين وامن